اوكي اهلا وسهلا بكم انا الدكتور سام انا استشاري امراض بطنة واخصائي امراض الغدد الصماء والسكر احنا اتكلم النهاردة في موضوع مهم جدا والناس كتير عارفة او سمعت عنه واسه يمكن ما تعرفش كل التفاصيل فيه وانا مش هكلم في كل التفاصيل بس هكلم على الشكل العام المهم فيه وهو الهارد اتاك او نوبة القلب او جلطة القلب او ما يسمى دجاله القلب بيتقلف جملة عامية كده دجاله مرض القلب ما هو المقصود بكلمة مرض القلب لما حد بيقولها كده دجاله القلب ايه هو يعني ايه جاله القلب وده معناته ايه ونعمل ايه او نشك ازاي ان عندنا مرض القلب اعراضه واعلاجه اولا اناش نفهم يعني ايه هارد اتاك او نوبة قلب او جلطة القلب لازم نعرف شوية عن القلب القلب هي عبارة عن عضلة عضلة زي بقية عضلة الجسم هي عضلة شغلتها ضخ الدم بتضخ دم ولكن عضلة مكونة من نوعية من العضل من العضل رب العالمين خلقها مختلفة عن بقية عضلات الجسم كله كل عضلات الجسم بتشتغل بانها بتقفل وتفتح تحت طاقة او تحت مخزون طاقة ومع استهلاك الاكسوجين ثم بلازم تريح يعني بتشتغل شوية وتريح شوية انت ما ينفعش تجري اكتر من مئة مئتين متر تلاقي جسمك تعبان ما ينفعش تروح الجم اكتر من ساعة ساعتين تلاقي عضلاتك كلها ايه جابت اخرها مع عادة عضلة القلب بتشتغل من قبل ما ننزل من بطن ماما الى حد ما نتوفى الى رحمة الله العضلة دي ما بتوقفش ابدا سيان نايم سيان صاحي قلبك شغال والحمد لله نوع العضلة المايوكارديال مصل اللي ربنا خلقها بس في عضلة القلب ما فيهاش مجهود كافي او ما فيهاش طاقة بتنتهي كل عضلات الجسم لازم تريح الا عضلة القلب ما بتريحش طيب ولكن بالتالي طالما هي عضلة ما بتريحش او بتشتغل على طول فهي فيه احتياج دائم للأكسجين والطاقة ما ينفعش ان دول يعفوا عنها ابدا عكس بقية عضلات الجسم ممكن يتوقف عنهم الطاقة والأكسجين شوية ما يحصل لهمش اي ضرر عضلة القلب ابدا ما ينفع عضلة القلب بتتغزة بتتغزة نفسها زي ما بتغزي الجسم كله بالدم كمان بتغزي نفسها بالدم طبيعي ما هي ده المصدر الاساسي اللي بيدخ الدم في الجسم هو القلب فهو بيدخ دم اللي بقيت الجسم وبيدي الجسم الطاقة والأكسجين عن طريق الدم اللي بيدخه وكمان جزء صغير بياخده نفسه عشان هو كمان يعرف يعيش في شوريان مشهور الشوريان التاجي اللي هو الشوريانات كده صغنطوطة خالص لما الواحد يدرس اناتومي في الطب او لو شاف صورة قلب على الجوجل او في صورة طبية تلاقي ان القلب عامل زي اف ايد مقفولة كده وعلى الجناب كده مرسومة كده شوية شوريان لونها ازرق فاحمر دول الشوريان التاجي اللي بيغزوا القلب نفسه بيغزوا القلب دول وظيفتهم تغزية القلب بالطاقة والاكسوجين امتى يحصل هارد اتاك امتى يجي لك مرض القلب او نوبة قلب لو الشوريان ده حد فيهم انسد لو انسد حصل انسداد فيه معناته ان العضلة اللي بتتغزى من الشوريان ده ما بيجي لهاش دم ما بيجي لهاش دم يبقى ما بيجي لهاش اكسوجين يحصل هارد اتاك العضلة دي في سنية لسنية تبدأ تموت يبدأ يجي لها ده يبدأ تتعور تبدأ يحصل لي اشهر الاسباب انسداد باما كتلات دهنية اللي احنا عارفينها باسم الشهير الكوليسترول ومن هنا جات خطورة كلمة دي عنده كوليسترول. طب انا الكوليسترول عندي عالي خطورة الكوليسترول طول عم بعرضا بسبب الموضوع ده وشهرة الكوليسترول من اواخر التسينيات لما بدأنا احنا دكاترة ننصح بان خلي بالك من قوليسترول وطي الكوليسترول. خلي بالك من كل الحوار الطويل ده عشان الشريان دول اللي حوالين القلب اللي بيغزوا القلب اتعرفت عليها في اواخر التمارينات والتسانيات ان الشريانات دي لو تسدد بالكوليسترول بيجيب جلطة قلب والموضوع انتشر جدا 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 فالعالم كله بيكلم على خطورة الكوليسترول وهي جات من جلطة القلب. طيب اه اللي بيحصل لما الشرايين دي اه بيدخ فيها الدم وتنسد يقف الدم. فالجزء اللي ما بعد الانسداد ما بيوصل لوش دم. فلما الانسداد ده بما بيجيلوش دم يبدأ عضلة القلب يجيلها جلطة. جلطة بمعنى ان هي بتبدأ تتعور بتبدأ تموت بتبدأ ما يجيلهاش الاكسجين وهي دي اللي اسمها جلطة قلب. طب دي اعراضها ايه? والله بتختلف. الناس كتير حفظة الاعراض بان فيه قلم في سدري احساس ان فيه ضغط على سدري وجع وشد في القلب وبيسمع في الكتف الشمال. عارفين طبعا كلكم الاعراض دي دي مشهورة جدا وشفناها في افلام ومسلسلات. وهي فعلا دي اشهر الاعراض. بس ناخد في اعتبارنا ان فيه ناس ما بيجيلهاش اعراض خالص. ممكن ما عندك جلطة قلب دون اعراض. بس لو هنقول الاعراض الشهيرة اللي موصوفة طبيا واللي شفناها في الافلام فعلا واجع في السدر واحساس بضغطة على السدر او ان فيه حاجة بتجبت على السدر دي اشهر الاعراض. ثم ديك النفس طبعا بيجي بيجي للمريض جلطة قلب ديك تنفس جامد جدا. ثم واجع بيسمع من وراء من الدراع لفوق للجزء الاسفل من الفك. اه وساعات كمان في اعلى المنطقة في البطن. فكل المناطق دي الاوجع فيها ممكن تدل على جلطة قلب. بالاضافة لكده المريض اللي بيجيله جلطة قلب يبدأ يجيله حاجة اسمها العرق السائع. cold sweat. cold sweat دي صعب شرحها. ولكن اي حد عمره جاله عرق سائع من مثلا هبوط سكر عارف انا بتكلم فيه. تبقى عرقان وبردان. يعني انت عرقان ولكن ما انتش واقف في جو حر. ال cold sweat دي من علامات ان الجسم مش مبسوط. ان فيه حركة جوه الجسم مش طبعية. فيه ازة للجسم. حتى لو كان مش شرط ازة قلب بيجي للناس اللي بيجيله هبوط سكر جامد جدا. بيجيلها ال cold sweat العرق السائع. ثم الاعراض الشهيرة اللي جلطت القلب. الفتيج الخمول. مرة واحدة فيه تعب غريب جدا. احساس بالحرقان شبيه بارتجاع المريء. ثم طبعا الدوخة. مشهورة جدا. واجع وصداع في الراس. ترجية وصعوبة في التنفس. اللي انا اقولت دول الاعراض الشهيرة. وارجع اعيد واقول ان فيه اعراض من دي وما بتجيش خالص. ولو هنتكلم على اشهر الناس اللي بيجيلها الاعراض. الرجالة. الرجالة بصفة عامة. جلطات القلب اتواصفت فيهم هما. اتواصفت بالاعراض دي. السيدات لأ. 99% من جلطة القلب في السيدات ما بتجيش بالاعراض دي خالص. وممكن يجي بمجرد واجع خلف الكتف. وساعات واجع عند منطقة الرقابة كده. وخلص. طيب. بتيجي ازاي? والله بتيجي باشكال. في بعض الناس زي الافلام كده. اوه. تلاقي مرة واحدة جات له الجلطة بدون اي نوع متحذير خالص. هبا الرجل او الست جالهم جلطة قلب. معنا ان في جلطة او في حتة من الكوليسترول مرة واحدة سدت شريان. ولكن العادي مش كده. الطبيعي او معظم الناس بيجي لهم انجينا. نوع من الوجع في السيدري بيروح وبييجي. على فترات وبيحصل فترات بالذات في المجهود. يعني تلاقي مريض القلب يقولك انه لما بعمل مجهود سيدري بيوجعني. اوقف المجهود السيدري يروح. او اخد الحباية تحت اللسان. اكيد سمعتوا عنها. حباية تحت اللسان دي معناتها ايه? وايه الوجع اللي بيجي في المجهود? الشريان التاجي لو نسد بعضه جزء منه. جزء منه. يعني جنس داد قدي الشريانة. وجنس داد في حتة صغيرة منه. بقى فيه فرق في الوسعان في الشريان. ففيه جزء فيه الدم بيعدي بسهولة. وفيه جزء فيه محتاج ضغط زيادة. ضغط زيادة ده طول ما انت فراحة بيعدي الدم بدون مشاكل. تبدأ تعمل مجهود والدم يدخ جامد. يبدأ الديقان هنا ده القلب يدخ جامد عشان يعدي الدم في منطقة ديقة. مش مش دودة. هي مش مزدودة مية في المية. بس ايه? ديقة. ده اسمه انجاينا. واسم الانجاينا ده معناته انه القلم ده بيجي وبيروح. وبيتشخص عند الطبيب. وبيتشخص بانك لما بتيجي تجرب تعمل المجهود فيه عند دا كتة القلب. حاجة اسمها تعمل مجهود عشان تكتشفه. يحطك كده على عجلة ويربط رسم القلب عليك. ويبدأ يقولك في العيادة. يلا يلعب على العجلة قدامي. ويبدأ يشوف رسمة القلب على صدرك. لو صدرك تمام وانت في الراحة ما عندكش اواجع. وقت ما تبدأ تلعب مجهود على العجلة اللي موجودة في عيادة الدكتور القلب. يبدأ يبان القلب. ويبدأ المريض يشتكي. يعرف على طول الدكتور ان انت عندك بداية انسداد الشريان التاجي. تمام? طيب نعمل ايه? لو شكين او لو حسين ان جدنا انسداد في الشريان التاجي اولا على طول اسعاف. ما فيش حاجة اسمها تستنى. ما فيش حاجة اسمها احجز دكتور. فيش حاجة اسمها انزل للصيدالي. فيش الكلام ده خالص. ده ما يسمى بالطب طوارق فورا. اقرب استقبال. اقرب اسعاف. ويلا خش عليه. ويا ريت يا حبازة بالاسعاف عشان توصل وتخش من غير اي انتظار. دكتور القلب او البطن او دكتور الطوارق بيستقبل حال. عندك اسبرين في البيت خده. لان الاسبرين معروف انه بيعمل سيولة في الدم فيسهل او يمنع او يحسن من سيولة الدم اثناء نقلك للمستشفى. عندك الحباية تحت اللسان الناس اللي بتتعالج للانجينا تاخد على طول العلاج ولكن برضو تخش المستشفى. تمام? طيب ايه اسبابها زي ما قلنا هو السبب الرئيسي سددا في الشرياء. طيب احنا قلنا من الكوليسترول. في حاجة تانية اه في اسباب اخرى. اشهرها طبعا انسداد بالدهون والكوليسترول لكن ممكن يكون جلط الدم. الناس اللي عندها مشكلة في سيولة الدم اللي عندها عيب في في تجلطات الدم او الناس اللي قامت من عملية كبيرة وحركة الدم في جسمهم قليلة. الدم اختراع الهي غريب جدا طول ما هو بيتحرك طول ما هو سائل. ولكن لو وقف من اي سبب لسبب الدم ووقف مكانه يتجلط. طيب ده مش لازم بالضرورة يكون عشان فيه كوليسترول في الدم وممكن يقف لازباب تانية. ولكن بنقول دي اشهر الازباب اللي بيحدث فيها انسداد لشرين التاجي. ثم بقى رصة الريسك فاكتورز الناس اللي هما فوق خمسة اربعين سنة. طبيعة الامر ان الرجالة فوق خمسة اربعين سنة عندهم الرسك انه يصابوا بالقلب اكتر. السيدات بنقول عند سن خمسة وخمسين. الراجل عرض انه يصاب بجلطة قلب اكتر من اربعين في المية من السيدات. طبعا استخدام السجاير. التدخين مش هنتكلم فيه لان ده تشابتر طويل عريض وكله ضرر. فبنضيفه بس للستة. يعني يبقى السن خمسة اربعين او ما فوق للرجالة. خمسة وخمسين او ما فوق للسيدات. شرب السجاير مرض الضغط. الناس اللي قردي بتعاني من مرض الضغط. وعشان كده هتلاقي مرض الضغط. كتير جدا منهم دكتور البطنة او دكتور القلب بيدي له مع دواء الضغط دواء سيولة. يستغرب المريض انا باخد دواء سيولة ليه دكتور انا عندي ضغط عالي بس. يوم يرد ويجاوب عليه يقول له اه اصلا خلي بالك الضغط العالي معاه عرضة شوية زيادة ان يجي لك جلطة قلب. فبنحاول ان احنا نمنع جلطات القلب عن طريق نديك سيولة. وطبعا اه الكوليسترول العالي اسباب السبب الاساسي للجلطة اي اي مريض يعاني من كوليسترول عالي لازم يرقبه عن طريق الدكتور ولو ينفع يعالجه ولو منفعش ياخد له علاج. لان علو الكوليسترول بالاخص الكوليسترولات المدرة زي ال ال دي ال والدهون السلسية بتسبب عرضة عالية جدا ان يجي لك انسداد في الشرين التاجي وبالتالي جلطة قلب. يبقى على طول السبب اللي ورائي التخمة الاوبيستي الوزن الزيادة لان ده متعلق على طول بكوليسترول زيادة. الناس اللي الريدي بتعاني من مرض السمنة عندها وزن زايد عندها البودي ماس اندكس عالي. الناس دول كمان عندهم عرضة جامدة جدا يصابوا بكوليسترول عالي ويؤدى الى جلطة القلب. مرض السكر تايابيتس من اشهر الاسباب لزيادة الكوليسترول وانسداد الشرايين. وللاسف مرض مشهور جدا في العالم العربي بطريقة غريبة الشكل. احنا بس في مصر احنا نمرأ ستة عالعالم في مرض السكر. وده رقم يعني كبير جدا يعني مقانطا لبيت الشعوب. احنا كده يعني مرض السكر عندنا منتشر جدا جدا جدا. المرض السكر بيسبب زيادة في الرزق لانسداد الشرايين بقى زيادة من اربعين في المية. فبرضو تلاقي دكتور الغدد والسكر كتير جدا يعالج مرض السكر بعلاج السكر ويضف له دواسيولة. انا من الناس دي. انا دكتور سكر كل مرض السكر بتوعي بياخدوا دواسيولة. حرصا وخوفا ان يجي لهم زيادة رزق لجلطة القلب. ثم العامل الوراثي. لو عندك اخ اخت اب ام او اي حد في العيلة المقربة اتصاب بجلطة قلب فزاد عندك الرزق جدا لان فيه عامل وراسي كبير. وبعد كده عدم الرياضة. الرياضة هتخش هنا في مجموعة مشاكل ان انت لما ما تلعبش رياضة وزنك بيزيد. حركة الدم بتقل. نشاط القلب بيقل. الكوليسترول بيزيد. نسبة الريسك اللي مشاكل في القلب بتزيد. فهي مجموعة مشاكل من عدم حركة ورياضة. فبتزود الريسك لجلطة القلب. ثم طبعا الاكل الغير الصحي. وده ناتج طبعا زي ما قلنا للناس اللي عندها سمنة وعندها مشكلة في الكوليسترول. طبيعة الامر من كمان الاكل الغير صحي. السبب الاخير هو السترس. السترس النفسي. سترس النفسي دي يعني عشان تربطه بالقلب. اه الناس فهمة طبعا ان اه انا عندي تعب نفسي فعندي واجع في قلبي. ولكن هي اكتر من كده شوية. السترس اللي انا بتكلم عليه بالاخص الزعل الزيادة. عارفين الزعل هو الزعيق. تشوف الناس اللي هو بتزعق في الشارع جامد. لاي سبب لا بيزعق لابنه. زعلم من صاحبه. اتخانق في الشارع مع سواقتك. ايا كان السبب. بتزود الضغط. وممكن تزودها لدرجة انه يجيب لك هارت اتاك. ودي اتوصفت كتير في الافلام. ولكن هي في الحقيقة فعلا كده. يعني هي الدخلة كمان. اه على قد ما هي منظر افلامي شوية. لكن هي على فكرة حقيقية. وبتحصل جدا جدا اه في الحقيقة العصبية تجيب لك هارت اتاك. يبقى طبيعة الامر ده نمتنعم الحاجات دي ازاي? اولا احنا ناكل صحي. نبطل تدخين. نلعب رياضة. ناخد الادوية زي ما الدكتور بيقول. اللي عنده مرض سكر ينتزم عليه. واللي عنده آآ تخمة يحاول يزبطها ويقللها. واللي بياخد اي ادوية. ياخد الادوية حسب آآ تعليمات الدكتور. لان في 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 حقيقة الامر المشكلة كمان ممكن تكون عن طريق ادوية زيادة او قليلة. دي مش هنخش فيها النهاردة. لان دي مش مش من العوامل الكبيرة اللي بتسبب هارد اتاك. بيكتشف ازاي? آآ كزا طريقة. حسب الوضع المريض. لو جالك طبعا لقدر الله في البيت او في الشارع فبيكتشف في الاسعاف. او عن طريق الناس اللي معاك في البيت. معظم الناس اللي بتشوف حالة جلطة قلب. بتبع عارفة انها حالة جلطة قلب. لان المريض زي ما قلت بيتعامل ببسيغة كلنا حفزنها. يا اما من افلام. يا اما من شفناها قبل كده. غير كده بقى بيتكشف عليك عند الدكتور القلب. بلا جهزة القلب وكشفات القلب. وبنعرف على طول ان دي جلطة قلب. واشهرة التحاليل رسم القلب او ال ECG. وده اول حاجة بنعملها احنا ده كترة البطنة للكشف على القلب. وما زال هو اقدم واحسن طريقة لكشف اي حاجة في القلب. ثم بنضيف عليه الاشعة. اشعة العادية. وبناخد تحاليل الدم المطلوبة عشان نكتشف لو فيه انزيمات من القلب مزدادة شوية. ثم بناخد ايكو. الايكو اللي هو الصنار على القلب. وخلاص. بنعرف على طول كده ان الموضوع ده جلطة قلب. ونبدأ على طول العلاج. العلاج حسب السبب لكن في مجموعة ادوية كل مرضة جلطة القلب لازم تاخدها. اهمهم دواسيولة. دواسيولة لازم يتاخد. سيان كان جلطة قلب اول مرة جلطة قلب تاني مرة. سيولة دم دي ما فياش منقشة. فاي مريض اصيب او عنده ريسك انه يصيب بجلطة قلب لازم ياخد دواسيولة. ثم لو عنده ضغط لازم يتزبط. لازم يتعالج. فاي مريض ضغط وضغط ومش مزبوط لازم يراجع على الدكتور بتاعه. ويراجع على دواس ضغط عشان يصلح الضغط. اي مرض مزمن زي السكر او الغدة لازم يتزبط. والمرضة اللي عندهم ديقان في الشريان بتاعهم والشريان تاجي عندهم ديق بس مجالهمش جلطة. بياخدوا نيتروجليسيرين الموسع للشرايين اللي اسمها بالعربي الحباية تحت اللسان. دي كل وظيفتها انها بتوسع الشريان فبتسبب حركة اسهل في الدم وتقلل حدوث الجلطات. لو لا قدر الله الجلطة الجلطة قريدي تمت فبتتعالج ان شاء الله بعمليات. العمليات طويلة وعريدة مش هخش في تفصيلها. ولكن خلاصة الموضوع انه اول ما المريض يحس او شاكج انه عنده جلطة قلب فورا على استقبال او طوارق. ده حاجة مالهاش انتظار مالهاش كشف عنده دكتور مالهاش لسه ححجز في الايادة. فورا اتصال باقرب اسعاف لو حتى الاعراض مجرد قليلة. بعد كده ان شاء الله بنبدأ العلاج السريع في الطوارق ونبدأ بعد كده نقعد مع المريض ونفهمه اللي عندك ده ايه وكيفية ازاي تتعامل معاه وان شاء الله بازن الله طبعا ازاي تمنع حدوث الموضوع ده تاني. هو ده الهارت اتاك باختصار. مش هطول على كده عشان ما تبقاش مملة شوية. واسيب مجال الاسئلة. واشكركم جدا انكم استمعتم.